السلام عليكم طلاب الصف الثامن أهلاً وسهلاً بكم في فيديو جديد على قناة الأستاذ رائد المساعد نفتح كتاب الطالب Students Book إلى البيج نوبر 19 وبعدما نخلصنا إن شاء الله نروح على البيج نوبر 20 في البيج نوبر 19 في عنا العديد من التمارين لكن عشان نقدر نحلهم لازم نذكر أنه معنى skill مهارة و distinctive متميز ومعنى compete ينافس hardworking العمل بجد cattle ماشية وآخر شيء tribe معناها قبيلة إذا في بعض الكلمات غريبة عليكم أو جديدة عليكم أو نسيناها يريد تكتبها لفتر انجليش مع المعاني عشان تحفظوها نبدأ بسم الله في عنا هنا بداية exercise number one التمرين الأول التمرين الأول بيطلب مني أنه read the text نقرأ النص وpit the verbs الأفعال يلي موجودات بين brackets نحطهم إما بالpresent simple مضارع بسيط أو present continuous الآن المهم كثير أنه تعرفوا كيف طبيعة الأسئلة إذا إجا في الامتحان مثل هذا السؤال لازم تعرفوا إيش المطلوب إذن المطلوب مني أن أحط الverbs الأفعال إما بالpresent continuous المضارع المستمر أو present simple المضارع البسيط واخذناها في قواعد هذه الوحدة في بداية الوحدة الثانية تذكير سريع المضارع المستمر باستخدم is أو are أو am والفعل بزيد له ing لشيء بيحدث الآن المضارع البسيط simple present أو present simple بس باستخدم الفعل ممكن أضيف له s إذا الفاعل مفرد ما تباستخدم المضارع البسيط لما بتكلم عن شيء بيتكرر أو عادة طيب الآن بلش في الحل مباشرة ننزل إلى النص إلى هنا text النص يقول لنا ما يلي we all know that keeping healthy for not be an easy task الآن إذا حاولنا نفهم هاي الجملة رح نفهمها كالتالي ولما أظل الكلمة يريد إذا بتعرف المعنى احكوا قبله المعنى نحن كلنا نعرف أن نعرف أن ماذا الحفاظ على الصحة أو أن نبقى صحيين في عندي فراغ وفي عندي نطبي مهمة سهلة طبعا بنا نحكي أنها هذه ليست مهمة سهلة لأنه في عندي نطمعتها ليس نفي طبعا الآن يا أستاذ إيش المطلوب مني هل أحط بي مثل ما هي لا بدي أحط أحد أفعال بي المضارعة في عندي ثلاث أفعال بي am is or فهل أنا بحكي عن مفرد ولا عن جميع لاحظوا أنا بحكي عن keeping healthy البقاء بشكل صحي إذن أنا بحكي عن فكرة واحدة البقاء بشكل صحي فبالتالي أنا رح أعجي هون وأحكي أنا بحتاج is أوكي وهاي يحطينا is طيب يا أستاذ شو بالنسبة لnot عشان في عندي not باجع ل is وبحط وراها not عشان أنفي صار في عندي إيش نفي هيك أنا بكون حليت space number one الفراغ الأول ممكن واحد يحكي يا أستاذ بصير أحكي isn't بحكي طبعا بصير لأنه is not و isn't نفس الشيء isn't اختصار لا is not نكمل حل على نفس هاي الطريقة however مع ذلك with a few habit changes نعطي المعنى مع القليل من تغيير في العادات إذا نغير بعض العادات إذا غيرنا بعض العادات teenagers teenagers اللي هم المراهقين are able to قادرين على على ماذا أن live يعيشوا ماذا healthy life style يعني أسلوب حياة صحي ببعض التغييرات فقط طيب نكمل مثلا today إيش أنا today عارفين today اليوم لما واحد بيحكي today عادة إحنا بنحكي مضارع مستمر لما نشوف today معناته هذا مضارع ماذا معناته هذا مضارع مستمر طيب today many people يعني العديد من 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 الناس change يغيرون الآن بدي أنا مضارع مستمر ليش يا أستاذ لأنه عندي today عادة مع today باستخدم مضارع مستمر طيب خلينا نعمل مضارع مستمر هون أول شيء المضارع المستمر أنا بدي am أو is أو are إحنا بنحكي عن مين عن people الناس فبحكي are منطقي صح؟ جمع are طيب خلصنا لا الفعل اللي بين قوسين بدي أستخدمه هون وأضيف له ing فبحكي هون change بمسح ال-e وبضيف ing changing أخذنا احنا هذا الشيء في درس سابق أنه لما يكون آخر الفعل e بنمسحها قبل إضافة ال-ing طيب هيك احنا حلناها إذن many people العديد من الناس are changing يغيرون their old habits عاداتهم أيش ال-old القديمة و replace نفس الشيء الآن هاي and و في العربي حرف عطف فبما أنها بتعطف فعل على فعل فالاثنين الفعلين راح يكون بنفس الزمان هذا مضارع مستمر وهذا راح يكون مضارع مستمر فبنيجي هون replace تصبح replacing وهي replacing أوكي وهي replacing طبعا أنا بتوقع راح البعض يحكي يا أستاذ هون ما حطينا is ولا are ولا am بحكي لأنه هذا الفعل معطوف على الفعل القبلي replace معطوف على change فare هي باعتبار للاثنين لأنه في عندي and فبالتالي كأني بحكي are replacing لأنها معطوفة على are changing فبالتالي ما بحتاج أحط are مرة ثانية لأنه في and بنتهم واضح الأمور إن شاء الله are changing and replacing ما بحكي and are replacing replacing them with new better ones ok نكمل they هم يعني teenagers المراهقين they فراغ drink more water الآن إحنا بلشنا نحكي عن ماذا مش هم الآن بيشربوا مي لا إحنا بنحكي أنه هم الآن بيشربوا مي أكثر يعني هاي صارت عادة عندهم إنه الآن الناس عادة هؤلاء الشبان بيشربوا مي أكثر فهل هاي عادة ولا لا نعم هاي عادة بعبر عنها مضارع بسيط المضارع البسيط مثل ما أنتم عارفين باستخدم الفعل نفسه اللي بين قوسين وهي drink إذا الفاعل مفرد بزيد s بس الفاعل مش مفرد لأنه they مات هم جمع بخلي drink هيك إحنا حلناه الحمد الله نكمل إذن هم يشربون ماء أكثر and فراغ طبعا تذكروا and حرف عطف راح الفعل هذا يكون مثل القبل ف exercise مضارع بسيط يعني بحطه مثل ما هو مثل ما حطيت drink كما هو بحط exercise كما هو ليش يا أستاذ حطناه مثل ما هو لأنه مضارع بسيط ليش يا أستاذ قررنا أنه يكون مضارع بسيط لأنه نحكي أنه الآن الناس أو الشباب معتادين على هاي الممارسات فعند الكلام عن عادة نستخدم مضارع بسيط والمضارع البسيط باستخدم الفعل كما هو إذا الفاعل مفرد بزيد S طيب نكمل it is important to get enough sleep إذن هنا لأنه مطلوب منه نقرأ كويس لنحصل قراءتنا it is important إنه مهم أن get enough sleep أن تحصل على نوم كافي every night كل ليلة لذلك they make sure المعنى هم يتأكدون يتأكدون to go to bed early من الذهاب إلى النوم مبكرا keeping healthy الحفاظ على الصحة can be easy ممكن أن يكون سهلا if إذا if you start by changing one habit at a time إذا تبدأ بتغيير العادات عادة واحدة في كل مرة why you not try هون بدهم يحكوا لماذا لا تحاول لماذا لا تحاول كيف نحكي لماذا لا تحاول لماذا موجودة بدنا نحكي لا تحاول عندي not فباجئ أنا عشان أحكي لا don't هاي don't لا try لماذا لا تحاول هيك بنكون الحمد الله خلصنا التمرين الأول حلنا والمفروض أن نفهمنا ليش حلنا بهذه الطريقة طيب الآن الحمد الله نذهب إلى التمرين الثاني التمرين الثاني طبعا التمرين الثاني رح نقفز عنه لأنه هو استماع التمرين الثاني بيحكي أنه استمع إلى هذه المقالة اللي حلنا هسا استمع إلها مرة ثانية أنا أنصحكم أنكم تقرؤوها مرة ثانية وثالثة كمان إذا كان في عندكم وقت كافي نذهب إلى exercise number three لكن ننظف الشاشة هيك نأتي الآن إلى التمرين الثالث إيش المطلوب مننا هون يا الساب المطلوب مننا طبعا إحنا لازم نقرأ التعليمات rewrite write أكتب rewrite أعيد كتابة إذن أنا بدأ أعيد كتابة الجمل الستة يلي أنتو شايفين هون أمامنا لكن بالشكل التالي إذا شفنا علامة الناقص هاي بكتب الجملة negative بحول الجملة بحولها بعملها change إلى أنها negative بدل ما تكون مثلا مثبتة بخليها منفية negative يعني منفي إنه هذا الشيء ما حصل طيب هل إذا كان ناقص فمثلا هون أنا عندي مثل ما أنتو شايفين عندي هاي الجملة الثانية هاي الجملة الثانية آخرها علامة السالب إذن هاي الجملة لازم أسويها negative منفية ونفس الشيء الجملة الثالثة لازم أسويها negative منفية والجملة الخامسة كمان بدأ أسويها negative منفية لكن إذا كان في آخر السؤال محطوط بين قوسين الكوستشن مارك كوستشن مارك علامة الاستفهام شو لازم أعمل الجملة هاي أحولها إلى سؤال فمثلا الجملة الأولى بدي أحولها إلى سؤال وكذلك الجملة الرابعة والجملة السادسة نبدأ بهذا التمرين في عندي أولا بعض القواعد يلي تخليني أحل مثل هذا التمرين حتى لو تغيرت الجمل في الامتحان القواعد هي كالتالي قواعد بسيطة لكنها مهمة كثير وشوفوا ما أبسط هاي القواعد هي بسيطة جدا القاعدة بتحكي في عندي الفرع الأول من هاي القاعدة لعمل سؤال إذا كان مطلوب أني أعمل سؤال مثل الجملة الأولى شو بعمل ضع الفعل المساعد أولا بروح بلاقي الفعل المساعد وبحطه في الأول بحطه في الأول يعني مثلا أنا عندي هون فعل المساعد إز بشيله وبحطه في الأول قبل سيط فخلص هيك صارت إيش فصار عندي جواب هيك صار عندي سؤال سهل كثير فبالتالي أنا هس بناء على هاي القاعدة أفهم بدي أنسخ هاي الجملة هاي أعملها نسخ أوكي وأجي أنا أضحها هنا هاي الجملة الأولى هنا عندي الجملة الأولى وخللينا نشوف كيف رح نحلها هسا إن شاء الله هنا أوكي هنا طيب هاي الجملة الأولى عندي الآن هسا بدل sage is بحكي is sage فبروح الفعل المساعد بأخذ الفعل المساعد وبحطه في الأول بس اللي عندي is في البداية تمام والتغيير الثاني أنه النقطة بحولها لعالمة استفهم أنا هيك حليت حليت one هاي أنا حليت one بشكل سريع جدا اللهم إني إيش حطيت الفعل المساعد في الأول صار عندي سؤال سهل ولا سهل كثير الحمد لله طيب نيجي الآن نحل two خلينا نحل اثنين نبدأ بحل اثنين طبعا لاحظين بجوز أنتوا لأنه بكتب على كمبيوتر مرات بيكون في صعوبات بنطلح حرف من غير مبدية أو ما شاء الله نيجي الآن هون إلى two مثل ما إحنا شايفين مطلوب مني أعمل جملة منفية عشان أعمل جملة منفية أنا هون في عندي قاعدة بسيطة كثير انتبهوا عليها ويريت أنه هاي تكتبوها على الدفتر للنفي ضع not بعد الفعل المساعد بتشوف وين في فعل المساعد زي is أو are ممكن واحد يحكي أستاذ شو يعني فعل المساعد is أو are أو am أشهر إشي is am are do or does وفي غيرها فبدور على واحد منها بحط قضية هنا تصار عندنا فيه طيب خلونا نشوف هون بالله نقرأ الجملة الثانية Jordanian and Arab poets compete to win the RR literary award ممكن واحد يحكي أستاذ والله هون ما لقينا فعل المساعد لا في is ولا are ولا am ولا do ولا does بحكي لكم صحيح في هاي الحالة بروح وين بروح للملاحظة إيش الملاحظة بتحكي إذا لم تجد فعل المساعد زي الجملة الثانية هون ما لقينا فعل المساعد للأسف إذا ما لقينا فعل المساعد شو بنساوي استخدم do أو does باستخدم do أو ماذا أو does طبعا أنتوا عارفين انها do للجمع وdoes للمفرد فأنا هون بحكي عن مين عن poets إيش يعني poets يعني شعراء واضح في عندي أس الجمع فبالتالي هاي جمع فرح أستخدم do وين رح أستخدمها خلينا أشطب الجملة السابقة لأنه حلناها الآن نشوف الجملة الثانية كيف رح نحلها يترى الجملة الثانية عندي هون Jordanian and Arab poets بدي أحكي نفي إنهم لا يتنافسون هي بالأصل compete يتنافسون بدي أحكي إنهم لا يتنافسون فعشان أحكي لا يتنافسون بحكي don't compete سهل كثير بدل يتنافس بحكي بصير لا يتنافس يعني عشان أنفي بحط don't أو doesn't قبل الفعل أوكي ليش يا أستاذ ما اخترنا doesn't لأنه أنا بحكي عن poets جمع طيب إذا ما كان في عندي فعل مساعد بستخدم do أو doesn't do أو does طبعا هون لأنه بدي نفي do ضفت لها not صار عند do تحولت لا don't يعني أتوقع أنها بسيطة كثير إذا كانت اثنين مش مفهوم كثير كيف حلناها ارجعوا بالفيديو دقيقتين واحضروها كمان مرة طيب إذن عملنا لتو نفي نيجع على ثري إيش مطلب مني كمان نفي كمان إيش نفي نيجع لنفي ضع not بعد الفعل مساعد إذا في عندي فعل مساعد هاي في عندي فعل مساعد الام بحط الام شو بحط براها not بكل بساطة وبكل سهولة هيك بسير في عندي ماذا بسير في عندي نفي فأنا باجي هون بنسخ الجملة بدل ما أكتبها مرة ثانية أضيع الوقت فأنا بدي أنسخها حفاظا عن الوقت وبحكي هون هاي ثري ثلاث هاي هسا مثبتة مطلوب مني أنفي عشان أنفيها بكتب هيك not خلص حلناها الحمد لله إذن هيك هالجملة صار I am not living أنا لا أعيش مع قبيلة النيانغة في إثيوبيا طيب نذهب الآن إلى 4 إلى التمرين الرابع هاي تمرين 4 في عندي The Jordanian Hashimai Charity Organization هذه مؤسسة Helps Countries in need around the world المطلوب مني أعمل منها سؤال أطلوب مطلوب أعمل سؤال طيب بناءا على القاعدة اللي أخذناها هاي لازم تكون حفظتوها لعمل سؤال ضع الفعل المساعد أولا طيب نيجع على 4 وندور وين الفعل المساعد وين الفعل المساعد جماعة الخير وينه ما في فعل المساعد ما في فعل المساعد بنروع الملاحظة بنحط do أو does وين أحطه طبعا أولا أضعه أولا الفعل المساعد بضعه أولا فأنا باجي هون بحفي خلاص أنا آيبا سخة وبحط في الأول do أو does هاي فور أربعة هاي الجملة الأصلية صح ولا المطلوب مني إيش يا أستاذ المطلوب مني أعمل سؤال يعني في الأول هون لازم أحط فعل المساعد بس الجملة ما فيها مساعد فأنا بجيب فعل مساعد من عندي هو do أو does واحد منهم بما أني بحكي عن مؤسسة واحدة شو رح أختار أنا رح أختار does فبأخذ does وبحطها في الأول لأنه أنا بحط في السؤال في السؤال انتبهوا في السؤال بضع الفعل المساعد في الأول هيصار في عندي إيش does طبعا the بقيمة t كابتل بخليها t small لأنها بطلت أول الجملة أوكي هيك أنا شو بكون عملت أنا بكون هيك الحمد لله حليت ماذا حليت بس طبعا لا أنسى علامة الاستفاة لأنه أصبح سؤال أوكي هيك أنا بكون حليت هاي والحمد لله مش الحر أوكي الأمور يعني إن شاء الله سهلة وليست معقدة طيب بعد ما حلينا for خلينا نروح نحل five نأتي إلى five five أول شيء مطلوب مني إني أعمل negative يعني نفي مباشرة أنا لأنه بعرف إنه عشان أعمل نفي هنا أنا عارف إنه عشان أعمل نفي بحط not بعد الفعل المساعد بقول هاي عندي r فعل مساعد بحط بعد r not تمام فأنتم المفروض أنكو تنقلوا هاي الجملة على الدفتر الجملة هاي مثلا تكتبوها على الدفتر تنسخوها نفسها وتنفوها كيف ننفيها يا أستاذ مثل ما حكيت الكل آن هاي نكتبها احكوا لي شو لازم أعمل هسا لازم بعد r أحطمت صارت نفي خلص خلصنا كيك الحمد لله حللناها بصرعصات writers are not presenting new stories الكتاب لا يقدمون قصص جديدة أوكي سهل كثير ظل عندي فقط جملة واحدة اللي هي الجملة السادسة طبعا أذكركم إذا ما كنتم مشتكين في القناة هسا الآن تشتركوا في القناة وتعطوا إعجاب للفيديو قبل ما تنسوا لأنه في ناس بيظل آخر الفيديو بينسى فالآن يريد تعملوا اشتراك وإعجاب في الفيديو الآن نأتي إلى السادسة والأخيرة إيش مطلوب مني؟ أعمل سؤال أعمل سؤال عشان أعمل سؤال شو أعمل؟ أحط الفعل المساعد أولا عشان أعمل سؤال هل في عندي فعل المساعد؟ لا ما في عندي شو يعني هل هاي ورطة؟ لا إحنا عرفنا ما في فعل المساعد بحط دوء أو دز في الأول بسيطة سهل كثير الآن بدي أعرف إحنا بنحكي عن المفرد ولا عن جميع أنا بحكي عن ان اكسبلورر ان اكسبلورر واحد مستكشف واحد فبالتالي رح أستخدم دز مش هيك؟ فبالتالي أنا باجي هون مثل ما أنتوا رح تساووا إن شاء الله عدفاترك ودفاترك الإنجليش بتنسخوا الجملة هاي مع تغيير بسيط الجملة السادسة رح تسير هنا دز وهاي دي أو إي إس دز أن اكسبلورر طبعا بخلي لأنها مش أول جملة فصار عندي هيك سؤال بس طبعا لا تنسوا النقطة تخلوها علامة استفهم لأنه هالسؤال صار هيك إحنا الحمد لله بنكون حلنا التمرين الثالث وإن شاء الله أنكم تكونوا فهمتوا كيف حلنا أهم إش أنه نفهم كيف حلنا وإلا لما تيجي الامتحانات نسهم الورقة رح نقول شو هذا منين الامتحان جايبي هنا فإن شاء الله أنكم تجيبوا علامات يا رب عالي عالي كثير طيب الآن نذهب إلى التمرين التالي وهو التمرين الرابع التمرين الرابع مثل ما أنتوا شايفين إيش المطلب مني؟ المطلوب مني أن أرتب هاي الكلمات أرتب الكلمات على فكرة عشان أحل هذا النوع من التمرين بداية بدي أقرأ الكلمات كلمة كلمة أفهمها وأحاول أن أربط فيها ذهنيا قبل ما أبلش أكتب أحاول أعرف ذهنيا كيف بدي أربطها وهس إن شاء الله راح تشوفوا كيف راح نحل هذا التمرين الجملة الأولى نقرأ الكلمات such as اللي ما بيعني شما تشوفوا such as ماتها مثل أو على سبيل المثال مثل for example for ماتها لأجل animals تتذكروا معناها حيوانات اللي بيعرف معاني الكلمات يحكيها قبلي or شما تور أو ما معنى ميت لحم كبت يحتفظ به ملك حليب وكاوز يعني أبقار وآخر شيء في عندي هون فاصلة الآن بعد ما عرفتها أنا بدي أحاول عفوا بدي أحاول أعمل بناتها ربط لكن بداية أنا عارف هون إنه animals راح تكون أول كلمة في الجملة كيف عرفنا يا أستاذ لأنه أول حرف capital فلازم تكون أول جملة فأنا ببلش ب animals الحيوانات أوكي في عندي حيوانات في عندي على سبيل مثال الكاوز يحتفظ بها في عندي حليب في عندي لحم فأنا بعمل connection رابط إنه الحيوانات على سبيل مثال الأبقار إنه يحتفظ بها لأجل لحومها ولأجل ألبانها فهيك بصير يعني منطقي صح ولا فباجئ هون أنا بحكي animals such as cows الحيوانات على سبيل مثال الكاوز بعدين بحط فاصلة خلنكتب هذا الشيء هون هاي طبعا الجملة الأولى فبحكي animals such as cows هاي فاصلة أيوة إيش مالها kept يحتفظ بها kept وهي يحتفظ بها لأجل for لأجل ماذا الحليب أو الحليب أو اللحم لو حكيت اللحم أو الحليب طبعا نفس الشيء for milk or meat وهي هيك نحن نكون كمنا الجملة الأولى منطقية جدا نقرأها animals such as cows kept for milk or meat الحيوانات كالبقر يحتفظ بها لأجل الحليب واللحم طيب نأتي الآن إلى to الجملة الثانية نفس الشيء شو نعمل نقرأ هاي الاستراتيجيتنا احنا بسيطة نقرأ الكلمات to معناتها إلى أو an something معناتها شيء ما شو معنات ability القدرة أو الاستطاعة well بشكل جيد the do يفعل أو يقوم بي فالآن أنا بعد معرفت هاي الكلمات الآن بدي أشوف أول كلمة أول كلمة the بالتأكيد the لأنها أول اشي capital فأنا بأجي هون بحكي the طبعا هذا الاشي كويس عشان سنقلل إذا شفتوا حالكو شوي حيرانين قللوا من الكلمات واحدة وحدة بصير إمكانية إن كنت تخطئوا أقل the الآن أنا عارف إنه the ما تعل فبالتالي بدي يجي بعديها عفوا noun يعني اسم لازم يجي وراها اسم the ما بيجي وراها فعل بيجي وراها اسم فعندي هون طبعا ما رح تكون do مستحيل لها do فعل تمام وما رح تكون well لأنها well ظرف تمام طبعا ما رح تكون to فإما something وإما ability فبحكي القدرة لأنه مستحيل أحكي the something ما بتزبط في الإنجليزي the ability القدرة القدرة على القيام أن أقوم ب بماذا بشيء ما بشكل جيد إذن the ability to do something well فباجي هون أنا the ability القدرة to do something على القيام بشيء ما well بشكل حسن أو بشكل جيد القدرة على القيام بشيء ما بشكل حسن أو بشكل جيد كويس نذهب إلى three حالنا الحمد لله جملتين نذهب إلى three نقرأهم مع بعض الكلمة ايش معت with حكولي مع أو ب مع أو ب lot طبعا كثير هو الذي طبعا ممكن يجي معناتها من بس هون لأنه مش سؤال فمعناتها الذي works يعمل someone شخص ما of من وعندي effort أتوقع effort أكثركم ما بيعرفها effort معناتها المجهود أو الجهد الجهد أو المجهود اللي بنبذله إحنا عالة طيب نيجي الآن هسا نشوف كيف من نرتبها أول كلمة طبعا someone لأنه الاس capital بالتأكيد فأنا باجي هون بحكي هاي someone someone أوكي someone شخص ما الآن هذا فاعل شخص ما بدي يفعل إشي works أوكي يعمل works يعمل لكن بما أنه في عندي هذا اسمه relative pronoun اللي هو ضمير الربط أو ضمير الوصل زي أسماء الوصل عنها فبستخدمها قبل الفعل who works بصير الشخص الذي يعمل أو شخص ما والذي يعمل who works فنباجي بظل الهوضول عشان ما أستخدمه مرة ثانية بالخطأ كبير هيك الحمد لله بنكون عملنا three نأتي إلى four نأتي إلى four في عندي things اشما things أشياء other اشما اثر آخر special خاص أو مميز different طبعا أنتم عارفين مختلف qualities أتوقع هاي جديد عليكو qualities معناتها خصائص كويس أنك تكتب بعد خصائص خصائص يعني مميزات و having يعني الحصول على شيء معين أو ملكية شيء معين و from معناتها من يتركب أنها يرتبها أول شيء بنجي على having لأنها أول حرف فبالتالي أكيد بتبدأ ب having معناتها أن يكون لديه أن يكون لديه شيء ما أو الحصول على شيء ما أو امتلاك شيء ما امتلاك ماذا امتلاك ماذا امتلاك مثلا ممكن يكون عندي special qualities صفات متميزة لأنها طبعا لاشي اخترت هذول لأنه شفت الخيارات الأخرى فهذا بيزبط أكثر شيء يعني أفضل خيار فبالتالي أنا بحكي هون having special qualities special qualities يارتك مركزين معي حتى الأمر تصير سهلة لازم هذا 8 يصير سهل ممكن يجي في الامتحان طيب إذن having special qualities أن يكون أو امتلاك خصائص مميزة مميزة مختلفة عن الأشياء الأخرى أنا بتصور أن هذا التركيب الأفضل مختلفة عن الأشياء الأخرى كيف نكتبها في الإنجليزي different different from مختلفة عن other things other things الأشياء الأخرى هيك نكتبها طيب تمام سونا أربعة الحمد لله نأتي إلى five خمسة نروح على five خمسة في عندي group مجموعة people أكيد عارفين ناس طب ما معنى live أكيد حكيت يعيش في عنده الذي of men together مع the same ما معنى the same يعني متشابه يعني نفس الشيء ant معروفة ant have يمتلك language لغة طبعا هاي كلماتها كثير شوي راح نركز أول شيء أ أ بعديها بدنا إيش بدنا اسم مفرد بالتالي مستحيل تكون a people لأنه people جمع إيش هيك فممكن نحكي a group مجموعة مجموعة من الناس a group of people مجموعة من الناس فإحنا بنحكي عن a group of people مجموعة من الناس طبعا إذا طلنا هون يعيش يتكلم الذين مجموعة من الناس والذين ماذا والذين يعيشون معا لأنه هيك بسير منطقية الذين يعيشون معا ولديهم نفس اللغة يعني هيك ترتيب منطقي جدا فبنحكي a group of طبعا هاي لازم a group of people who live okay who live together الذين يعيشون معا و يتكلم ولديهم نفس اللغة the same language the same language يعني نفس اللغة اوكي تمام هيك الحمدلله كتبنا five طيب خلونا الآن هسا ننزل شوي هيك عشان نكتب الجملة الأخيرة الجملة السادسة وهي الجملة السادسة نكتبها هنا اوكي ثواني ممتاز طيب شوف عندي هون في عندي in عارفين شمعت in order order بالآصل معناتها ترتيب in في order يرتب أو يأمر و when ما معنى when يكسب أو يربح و in مرة ثانية في participate participate إذا نسيناها participate معناتها يشارك يشارك و تو معناتها لي أو أن لي أو أن اوكي طيب خلنشوف كيف نرتب هاي الجملة الآن هون نمسح هاي التضليلات طبعاً أولاً راح أبلش بكلمة بدنا نشوف capital letter أوكي في الظهر إنه في هون تكمال إليها أكيد في إليها تكمال آه أوكي طبعاً إليها تكمال لأنه كان مش منطق الحقيقة في عندي competition ما معنى competition منافسة something شيء ما تو لي أو أن لي إذن أنا بدي أبلش أن هنا أن بعد أن تو بدي جي فعل أن شو في عندي فعل هون في عندي فعل participate أن تشارك أن تشارك في مسابقة أن تشارك في مسابقة لحد هسة طبعاً إحنا ما كملنا بس نكتب هذا الشيء هنا إذن في عندي to participate in a competition أن تشارك في مسابقة ليش أشارك في مسابقة لكي بالإنجليزي أنا حكيت لكي في درس السابق أو القبلية لما بنحكي in order in order to الثلاث كلمات هاي مع بعض لما ييجوا مع بعض بيصير معانتها لكي in order to معانتها لكي إذن أن تشترك من مسابقة لكي لكي ماذا تربح شيئاً ما something طبعاً هاي هسأ بحكي لكم هاي وين رح نستخدمها to participate in a competition هاي استخدمنا a استخدمنا هون to participate in a competition in order to لكي لكي ماذا تربح وهاي تربح وين تربح ماذا something شيئاً ما لكي تربح شيئاً ما مش ظاهره هون عندي نحاول إنه نظهرها نحاول إنه نظهرها يس ظاهرة الحمد لله أوكي تمام هيك احنا شو بكم نعملنا حلينا هذا التمرين اللي هو التمرين الرابع بالنسبة للتمرين الخامس سهل جداً رح نحله الآن بسرعة إن شاء الله التمرين الخامس بحكي لي الجمل اللي قبل شوي ألفناها هاي الجمل هاي الجمل بدي أوصل كل جملة مع كلمة الجملة الأولى هي تعريف لأحد هاي الكلمات نبلش فيهم وحدة وحدة يعني على سبيل المثال هون في عندي الكلمة الأولى skill skill معتها مهارة skill مهارة وهي the ability to do something well القدرة على العمل شيء ما بشكل جيد إذن هاي رح تكون a هاي a إذن to مع a إذن هيك إحنا رح طبعاً أنتو الأفضل الأفضل على الكتاب إذا بحبتك تكتبوا على الكتاب أنه تجع على a وتكتب جنبها to أوكي يعني الجملة الثانية في التمرين السابق الجملة الثانية هي عبارة عن a طيب إحنا خلنكمل الحل بهاي الطريقة أسهل وأفضل إن شاء الله to distinctive ما معنى distinctive أخذناها في بداية الحصة distinctive معناتها متميز متميز معناته إيش having special qualities الحصول على خصائص متميزة اللي هي الجملة for الجملة الرابعة فأنا باجي هون وبكتب إذن هاي حلها for مثل هيك أوكي طيب تمام لاحظوا أنه السر في هاي السئلة أنك تكون فاهم المعاني to compete لو سألتكم شو ما تكون to compete إذا مش حارفينها لازم تعرفوها وتحفظوها compete ينافس ينافس اللي هي الأخيرة أن تشارك في مسابقة competition لاحظوا compete competition فالمفروض أنه ما أحد يخربط فيها فبالتالي نيجي هون نكتب سيكس هنا الجملة السادسة هي حل C وبنيجي الآن لأين إلى D hard working hard working العمل بجد بالتأكيد اللي هي أوكي three someone who works with a lot of effort العمل بجد فبنيجي اللي هي three فبنيجي على D وبنحكي هاي جوابها ماذا three أوكي ماذا عن E kettle أتوقع بتذكر شمع كتل كتل معتها ماشية اللي هي animals a animals one فأنا باجي هون وبحكي مع E اللي هي one لأنها kettles ماشية يعني animals هي عبارة عن حيوانات ناخر شيء عندي tribe هل تذكر شمع tribe tribe يعني قبيلة قبيلة هي عبارة عن مجموعة من الناس ولا شريك a group of people فسهل كثير باجي عند هذا التمرين هيك احنا بيكون حلينا الحمد لله كل تمرين هذه الصفحة خلصناها الآن وين راح نروح إن شاء الله راح نروح على الصفحة التالية صفحة 20 بالنسبة لصفحة 20 راح يكون حلها بسيط لأنه تمرين واحد بس تمرين واحد بس فلا تستعجلوا ولا تهكلوا أبدا إن شاء الله راح نحلها بشكل سريع بالنسبة لواحد الآن راح نحلها أنا هون طبعا أنا راح أكتب الكلمات هي الكلمات المفروض تتوزع الكلمات المفروض تتوزع على الفراغات أنا راح أكتب الكلمة وأنت بتوزعوها بعدين على مهلك في الكتاب أو على الكتاب نجي one to continue to exist الجملة الأولى بتحكي to continue to exist يعني أن تستمر في البقاء أن تستمر في البقاء الكلمة لازم يكون أول حرف فيها R لازم يكون أول حرف في هاي الكلمة هو R فهون عندنا يبقى بالإنجليز معناتها remain يبقى remain فأنا عشان أحلها باجي هون وبحكي one remain remain فأنت طبعا بتوزع الحروف على هذه الفراغات to remain طيب نأتي الآن إلى to لاحظوا to أول حرف لازم C أول حرف لازم C فباجأ عشان أعرف C بدأ أقرأ any plant أي نبتة that is grown by farmers يعني تزرع من قبل المزارعين to be used as food لتستخدم كطعام النبتات المزارعين بيزرعوها عشان الأكل عشان الطعام شو بنسميها بالعربة بنسميها محصول فلو سألتكم هل بتتذكروا شو معنا محصول في الإنجليش محصول معناتها crop crop معناتها محصول هيك احنا بنكون حلينا الجملة الثانية بنروح على الآن إلى وين إلى three طبعاً بتوزعوها هون نفس الشيء three في عندي أول حرف A ولاحظوا جملة أعفوا كلمة طويلة أول حرف A نيجو هون إلى three something you succeed in by your own efforts المعنى something شيء ما you أنت شو ما تسكسيد تنجح يعني شيء ما أنت تنجح به بنفسك أو بجهودك الذاتية الشيء اللي أنت بتنجح فيه بذاتك هذا بتسميه إنجاز إيش من نسميه إنجاز فما معنى إنجاز هل بتذكروا معنى إنجاز في اللغة الإنجليزية achievement وهاي achievement achievement معناها إنجاز نيجي على four four الكلمة الرابعة أول حرف C بنروح على الجملة أربعة لأنها هي تحكينا شو لازم تكون للكلمة الرابعة belonging to a traditional style يعني تنتمي إلى نموذج تقليدي أو إلى أسلوب تقليدي طبعا نحن نحكي له كلاسيكي أو تقليدي اللي هي classical classical فبنيجي هون بنكتب classical إذن هذا حل خمسة بنيجي الآن إلى هذا حل عفوا هذا حل أربعة بنيجي الآن إلى خمسة five طبعا down five down يعني من فوق لتحت هذا هو down فبيجي أنا هون five وين five هايها five أول حرف أول حرف لازم تكون one two three four five letters خمس حروف أول حرف W طيب نقرأ الجملة الخامسة عشان نشوف شو لازم تكون الكلمة الخامسة the grain شو معنا grain حبوب يعني أحد الحبوب i capital وآخر حرف e هاي هاي معناها فما معنى سرد القصص في الإنجليزي أخذناها story telling story telling نأتي إلى الجملة الكلمة الثامنة والأخيرة اللي لازم يكون أول حرف فيها d ومثل ما أنتم شايفين كمان كلمة طويلة لكن خلي أذكركم المرة أخيرة بالاشتراك في القناة ويريت أنه بعد ما يخلص الفيديو تنزلوا تحت الفيديو في روابط مهمة كثير منها قناة أجيال تشتركوا فيها للمتعة والكرتون هاي القناة having a special quality or character أن يكون لديك خصائص مميزة أو شخصية مميزة هذا اسمه إيش التميز أو متميز فكيف نحكي متميز بإنجليز بنحكي هل بتذكروا تذكروا distinctive معاناتها متميز يريت إنكو تحفظوا هاي الكلمات تكتبوا على دفتر إنجليش وتحفظوا معانيها remain معاناتها يبقى crop معاناتها محصول achievement إنجاز classical تقليدي أو كلاسيكي wheat قمح inspire يلهم storytelling سرد القصص distinctive متميز يريد تكتبوا على دفتر إنجليش وتحفظوها راح تفيدكم كثير إن شاء الله في الإنجليزي في الدروس وأيضا في الامتحانات أستاذ رائد المسعيد يتمنى لكم الخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر